بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وسهلا أبنائي ومناتي تلاميذ صف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله أسئلة كتاب الوزارة أو الكتاب المدرسي على الوحدة الرابعة بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على الكنانية مع تفعيل زر الجرس لكيسي لكم كل جديد نبدأ مع بعض حل الأسئلة بس أرقم 1 اختر الإجابة الصحيحة مما يليه رقم 1 عندما يتآكل سطح صخرة بفعل عوامل التقس طبعا عوامل التقس زي الهواء أو الماء فهذا يدل على حدوث عملية تجوية ترسيب نقل تعريه طبعا عند تآكل سطح صخرة بفعل عوامل التقس ده يعتبر وهو يدل على حدوث عملية التجوية ده السؤال رقم ايه؟ رقم 1 سؤال رقم 2 عملية إذابة المعادن المكونة للصخور مثال على تجوية ميكانيكية تعريب الرياح الترسيب في الأنهار التجوية الكيميائية طبعا احنا درسنا نوعين من التجوية اللي هي تجوية ميكانيكية وتجوية ايه كيميائية طبعا إذابة المعادن ده دليل على تفاعل الهواء مع المعادن المكونة المين؟ المكونة للصخور فبالتالي دي تعتبر تجوية كيميائية السؤال رقم 3 سؤال تاتا بيقول يا حبيبي أي مما يلي يشير إلى حدوث عملية التجوية الكيميائية تجوية كيميائية خلي بالكم تتجمد المياه ويزداد حجمها مما يساعد على تكسر الصخور اختلاط المياه الحمضية مع الصخور وإزابة أجزاء منها هي دي التجوية الكيميائية اللي هي ايه؟ اللي هي اختلاط المياه الحمضية ومع ايه؟ مع الصخور وإزابة أجزاء منها السؤال رقم 4 ما العملية التي يتم فيها تغير مظاهر سطح الأرض بفعل عوامل التقس طبعا احنا عارفين أن كل مع مرور ملايين وآلاف السنين زي ما احنا درسنا بفعل عوامل التقس اللي هو المناخ ودرجة الحرارة والأمطار وإلى آخرهم ده طبعا بيحدث عملية ايه؟ عملية التجوية السؤال رقم 6 أو 5 أي من الآتي لا يعد مثالا على التعريح؟ لا يعتبر مثال على التعريح؟ رقم ألف يقوم النهر بحمل الرواسب الطينية لتكوين طبقات رسوبية؟ لا طبعا ده يعتبر مثال للتعريح طيب رقم بقى تحرك حبيبات الرمال وتجمعها لتكون جدار من الرمال برضو تعريح نقل موج البحر لزرات الرمال وفتاة الطربة من الشاطئ إلى إيه؟ إلى البحر برضو تعريح إزابة المعادل الموجودة في الصخور بسبب الماء الذي يتخلى لها دي تعتبر لا يعد مثالا لإيه؟ للتعريح إذن أختار له رقم إيه؟ رقم ديل رقم ديل حبيبه السؤال رقم 6 عندما تتفتت الصخور إلى قطع صغيرة بفعل الريح فهذا يشير إلى حدوث عملية طبعا إذا كان بفعل الريح يبقى إذن دي تعتبر بفعل مين؟ بفعل التجوية الميكانيكية أو دي بنعتبرها من ضمن التجوية الميكانيكية السؤال رقم 7 تؤدي حركة جريان الماء السريع إلى تعريض جزء من ضفاف النهر وعندما تتباطق حركة مياه النهر تنتقل بعض الرواسب إلى مكان جديد عندها تحدث عملية إيه؟ طبعا عملية الترسيب يبقى نقول تاني نشرحها تاني حركة جريان الماء السريعة دي بتؤدي أو بتعمل حاجة اسمها تعريض جزء من ضفة النهر ولما تتباطق حركة الماء طبعا كل الرواسب تنتقل إلى مكان جديد يبقى دي اسمها عملية إيه؟ عملية الترسيب طيب رقم 8 أي من الآت يعد مثلا على التعريض انتقال الرمال وتكوين الكزبان الرملية هي ديت ديت تعتبر مثال على عملية التعريض هي إيه؟ انتقال الرمال من مكان إلى مكان إيه آخر وتكوين الكزبان الرملية السؤال رقم 9 أي من الآت يعد من عوامل التجوية الكيميائية واحد نمو جزور بعض النباتيات بين طبقات الصخور؟ لا طبعا جريان المياه من المنحضرات على الصخور الروسبية؟ برضو لا تنوع درجات الحرارة بين الارتفاع ودرجة التجمد؟ برضو تعتبر لا سقوط الأمطار الحمضية على الصخور الجرية؟ دي تعتبر تجوية إيه؟ تجوية كيميائية السؤال رقم 10 قد في اندفاع المياه المحملة بالرمال يعني من مية شايلة إيه؟ شايلة رمال أثناء عملية الترسيب ده بيؤدي إيه؟ التجوية الكيميائية للصخور الجرية ولا سطل الأسطح الخشنة للصخور هي دي سطل إيه؟ الأسطح الخشنة للصخور لسه الرقم 11 يعد تكون الصدى الأحمر بالصخور الروسبية؟ دليلا على حدوث إحنا درسنا وقلنا أن الصخور لما يتغير لونها يبقى إذن ده دليل على تفاعل الأكسجين لأن الصخور فيها نسبة معادن وطبعا الأكسجين لما يتفاعل مع هذه المعادن ده بيعمل إيه؟ بيعمل صدق أحمر بالصخور الروسبية وده دليل على التجوية إيه؟ التجوية الكيميائية دليل على التجوية إيه حبيبي؟ الكيميائية السؤال رقم 12 تكونت ديلة النيل في مصر نتيجة العملية إيه؟ ديلة النيل حبيبي تكونت نتيجة عملية الترسيب السؤال رقم 13 يدعم حقيقة وجود بحر كبير غطى شمال مصر منذ ملايين السنين إحنا عارفين ودرسنا في الدروسة السابقة إنه كان يوجد في شمال مصر بحر عظيم والدليل على كده هو تكون صخور وادي إيه؟ وادي الحيتان يسأل رقم 14 أي من العبارات التالية يعتبر تعبيراً دقيقاً عن عملية التعريه نحت الرمال في الصخور وتحولها إلى أشكال جديدة هي دي اللي تعتبر تعبير دقيق عن عملية التعريه لكن الكزبان الرملية تكون حجزاً أمام الرياح؟ لا طبعاً مش دليل عليه إيه؟ على التعريه لا تستطيع المياه تحريك الصخور الكبيرة برضو نفس الكلام تراكم المواد الأرضية بفعل عملية التعريه؟ لا طبعاً لكن اللي تعتبر دليل دقيق على عملية التعريه اللي هي نحت الرمال في الصخور وتحولها إلى أشكال جديدة اللي هي رقم إيه؟ رقم ألف السؤال الرقم 15 تتكون معظم الأودية بفعل ترسيب المياه للكسير من الرواسب ونقلها الأودية تتكون بفعل ترسيب المياه للكسير من الرواسب ونقلها بعيداً التجوية الكيميائية للأسطح المنحضرة تعريه المياه للكسير من الرواسب ونقلها بعيداً هي دي اللي تعتبر إيه؟ سبب رئيسي في تكون مين؟ تكون الأودية السؤال الرقم 16 الأودية شديدة الإنحضار التي تكونت بفعل تعريط المياه الجارية دي على طول حبايب نسميها مين؟ بنسميها الأخاديد لسي الرقم 17 تكونت الكذبان الرملية في الصحراء الغربية بمصر نتيجة لحركة الفيضانات لا الفيضان ما بيكونش كذبان رملية الرياح طبعا الرياح هي التي تكون الكذبان الرملية رقم 18 شكل أرض يشبه المسلس أول ما يقول يشبه المسلس أقوله على طول مين؟ أقوله الدلتا بس نركز بجعني تكون أو يتكون من رواسب من الرمال وفتات الطربة والطمي الذي يتشكل نتيجة تدفق النهر إلى البحر طبعا زي دلتا النيل إساء الرقم 19 طبقات الصخور الأقدم في التكوين بوادي الحيتين تضم صخور رسوبية حفريات لسلاحف طبقات تضمنت جحورا لحيوانات طميان ورواسب من طبقات الطربة طبعا تكونت أو تضم حفريات لمين؟ حفريات لسلاحف رقم 20 أي من التكوينات الجيولوجية التالية تشكلت نتيجة لعمالية الترسيب؟ وادي الحيتين والأقدود الملون ولوادي الحيتين ودلتا النيل الكزبان الرملية والأقدود الملون دلتا النيل والأقدود الملون طبعا ودي الحيتين ودلتا النيل إساء الرقم 21 عند التقاء مياه الأنهار المتدفقة حاملة معها الرواسب الطينية والرملية بمياه البحر تتكون تركيب تسمى لما المياه الأنهار محملة بالرواسب الطينية والرملية تلتقي بمياه البحر تكون لي على طول إيه؟ تكون لي الدلتا نركز في الحاجة الدين أي من التدريس التالية شديدة الانحضار وتكونت بفعل قوة التعريق للمياه الجارية وخاصة الأنهار أقول له مين؟ أقول له على طول الأخديد أجب عن الأسئلة الآتية الصورة التالية لمظاهر السطح يعد كل منها دليلا على حدوث عملية جيولوجية صل كل عملية بالدليل الذي يؤدي لحدوثها العملية الجيولوجية وهذا مين؟ وهذا المظهر السطح والعملية الجيولوجية التعريق بالماء طبعا التعريق بالماء اللي هي بتكون لي مين؟ بتكون لي الهدوث تمام كده؟ طيب التانية الترسيب بالماء الترسيب بالماء بتكون لي الدلتا طيب الحاجة التالتة التعريه والترسيب بفعل الرياح اللي هي بتكون لي مين بتكون لي الكزبان الرملية رقم اثنين التكوينات الجيولوجية تتشكل نتيجة لعمليات مختلفة ألف صل كل خطوة من الخطوات الموضحة بالجدول بالعملية الجيولوجية التي تدل عليها التعريه العملية الجيولوجية وخطوات تكوين الانهارات الأرضية التعريه طبعا التعريه يا حبيبي تهب طيارات الرياح وتحمل عاصفة من الرمال والأتربة وتنقلها إلى مكان آخر دي بالنسبة ليه للتعريه طيب رقم اثنين الترسيب طبعا تتباطئ سرعة الرياح لتسقط الرمال والأتربة في منطقة جديدة ممكن كمان تكون لي ايه تكون لي الكزبان الرملي التجوية تنمو الأشتاة مكونة أحماضا تتبخر لو تنحر في الصخور وتتخلالها وتتسبب تفككها وتفتتها دي بالنسبة ليه للتجوية ايه وإحنا خدنا نوعين تجوية كميائية وتجوية ايه ميكانيكية رتب العمليات الجيولوجية وفقا لحدوثها في الطبيعة الترتيب احنا درسنا ثلاث حاجات الترسيب والتعريه وايه والتجوية احنا عايزين الترتيب بالتسلسل ايه اللي بيحصل الأول تمام اول حاجة بتحصل التجوية سواء كانت تجوية ميكانيكية أو تجوية ايه كميائية بعد كده التعريه وأخيرا الترسيب ده كده مسلسل ما ينفحش أقول له التعريه الأول بعد كده التجوية وبعد كده الترسيب لأ لازم التجوية الأول بعد كده التعريه بعد كده ايه الترسيب السؤال رقم ثلاثة تتكون معظم الأخديد بفعل التعريه يعني معظم التخديد الأخديد دي بتتكون بفعل ايه بفعل التعريه فما هي الخطوة الأولى في تكوين الأخديد أول خطوة في تكوين الأخديد إيه هي؟ يجب أن تتحرك المياه فوق التكوين الصخري الذي لديه مناطق ملساة تسمح بتعريض الصغور هي التي تعتبر الخطوة الأولى اللي هي إيه؟ دي طيب لسه الرقم أربعة وجود الكذبان الرملية أو الرواسب في مكان ما يشير إلى أنه حدث لها يعني الكذبان الرملية أو الرواسب ده بيدل على حدث إيه؟ حدث إيه للكذبان الرملية ديت؟ تعريه في مكانها ولا تجوية في مكانها ولا تعريه في مكان آخر ولا تجوية وتعريه في مكانها طبعا أقوله إيه؟ أقوله تعريه في مكان آخر بكده حبيب ننتهي من حل أسئلة كتاب الوزارة على الوحدة الرابعة أدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر